السلام عليكم اهلا وسهلا بكم اتمنىكم تكونوا بألف خير وفي صحر جيدة ان شاء الله معكم وصفة امي امن نجيحة الوصفة ديالنا ديال اليوم ان شاء الله هاد الحلوة اللي كجيه شيشة وخفيفة كالدب في الفم واللي معروفة ما كتختاناش في الاعياد والمناسبات بقوا معي ان شاء الله نشوفوا الطريقة والمقادير اه بالنسبة للمقادير على بركاتي الله انا خديت هنا واحد الباكية ديال السبدة ديال مارغاري العبار ديالها ميتين وخمسين قرام قسمتها الى جوج يعني درت مياه وخمسة وعشرين قرام ديال السبدة زيت عليهم واحد جوج ديال الفرماجات متلتين وبالنسبة لهاد المقادير اللي كنعطيكم تقدرو يعني انتوما تديرو الضوبل ديالها الى ببيتو كمية اكتر غادي نزيد اليها واحد الصشية ديال الفانيلا واحد القبيصة هكا صغير وورا ديال الملحة غير باش كجي الحلوة دياليبنينا وكان بدأ كن نخلط هاد الزبدة مع هاد الفرماج الزبدة رضيجة انا خرجتها بتلاجة يعني كتساعدني انها لينة كتساعدني باش نخدمها غاني نزيد اليهم واحد نص كاس ديال السكار وبالنسبة للتنسيب انا نستمت بالفانيلا تقدروا تديرو انتوما القشور ديال الحاماض ولا القشور ديال البرتقار ولا اللي بغيتو تنسيم يعني كي يبقى من اختياركم كي يجي مع هاد الحلوة وغادي نزيد نص كاس ديال السيت كيما كتشوفو ونخدم هاد العناصير مع باديتهم ترجعوا لي كريمي حلوة سهلة وبسيطة وكتوجد في دقائق وهي صارحة كتجيبنينا ولديدة وحشيشة وراها معروفة بالنسبة لي اهنا انا زدت هاد الكاس ديال اللوز اللي محمر ومهرمش اهنا كي يبقى لكم الاختيار كان عندكم اللوز كان عندكم كاوكا وكان عندكم الزلج لان يعني واحدة في هاد العناصير تقدروا تضيفوها لهاد الحلوة كتجي زوينة كانوا عندكم كاملين تقدروا تخلطو شوية شوية تخلطوهم اراه كلهم كي يجيوا في هاد الحلوة زويني بالنسبة للدقيق انا عبره هنا ثلاثة الكيسان ونص ديال الدقيق نشوفش حال غدي تدخل لي ندرت الكاس اللي اول وهذا الكاس الثاني وغدي مشي بالتدريج ما غديش ندير الدقيق يعني في مرة واحدة لاناarrماء اللهش السابق نحن مره كي شرب مرة ما كي disclosure مره uy غادي نزيد الكاس تالت كيم مقتلكم يعني الكيمية ديال الدقيق كيتختلف مقدر انا نحتاج تلتا ديال الكيسان وفي دقيقة اخر تلاتة ونص وفي دقيقة اخر اقل اللي مهم كي يختلف من دقيق الدقيق ذاك வٹ انا حستجي Lane ثلاثة ديال ديال الدقيق بالضبط اللي غدت لي هاد العجينة وبعد الزللج صغيرة ديال الخمارة ديال الحلوة وهدي اختيارية إلا بغيتو نضيفوها اضيفوها إلا ما بغيتوش ما تدروهاش مماشي مشكل راح الحلوة كتجيزوين بلا بيها تقدرو تستغنى عليها إلا بغيتو مماشي مشكل هذا القوام اللي كان حصل عليه وكان بدك نشكلها يعني على شكل هلال طريقة بسيطة ما لكن ما سهل منها كيما كتشوفو ما تشكل ونحطها في طاوة اللي كتدخل لها الفرن وصدقوني هاد الحلوة ذا ما أصرحها سريعة ما كتاخدش الوقت الضغيب في ساعة تنوضي كتديريها وهي كتجي فتية وكتجي شيشة وكتدوف الفرن ورا معروضها يعني راشة هيرة عندنا حلوة ديال الهيلال كول شي كيعرفها كنستمر حتى كنكمل كيميا كولها اللي عندي كيما شفتو غادي نشعل الفرن ديالي على 180 درجة وندخلها من التحت حتى تتحمر ليا من التحت وعد نشعل لها ان شاء الله من الفق تاخد اللون ومن بعد عدا غادي نخرجوها كيما كتشوفو ما كنقفلش عليها الفرن باش ما تتحرقش ليا ها هي ده من بعد ما طابت كيما شفتو هرام حمرة غادي ندوز نزينها وتزين هنا كيبقى اختياري على حساب اللي بغيتو انا غادي نديرها غير في سكار غلاسي كيما شفتو ونحطها وهذا غير اقتراح الى بغيتو تزينوها بطرقها مثلا تديروها في الكمفيتور وتمرمدوها في الكوكا ولا تمرمدوها في اللوز ولا تمرمدوها في زجلان ولا كيبقى يعني يعني تزين من اختياركم انا قدرت غير بالسكار غلاسي واحتى السكار غلاسي راها كجيزوي هنا كنستعمر حتى كنكمل الكيمية اللي عندي كلها نتمنى انكم تجربوها راها كجي بنينة وكجي شيشة كجي رائعة وسهلة وما كتاخدش معنا الوقت بزات ان شاء الله الى جذبتوها طبعا اعجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالاشتراكات سياركم وللايكات سياركم وشكرا لكم الى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله